مرحبا حبايبي أصحاب برد جدل وشلومكم إن شاء الله تكونوا بخير اليوم راح أقرأ توقعاتكم العامة التوقعات راح تكون تشمل العمل العاطفة الصحة على الصعيد الأسري العاطفي المرتبطين المنفصلين العزاب حتى المطلقين سحبت لهم ورقة حتى ما يزعلوني عندي لين دائما بالتعليقات يكتبوا لي التحديات اللي راح تواجهك نقاط الضعف نقاط القوة اللي موجودة عندك القراءة طبعا تشمل البرج الطالع والشمسي والقمري يعني اللي طالع دلو أو حتى القمري مالتا برج الدلو ممكن تنطبق عليه القراءة وإن شاء الله تنطبق عليكم جميعا لأنه كلش قراءة إيجابية وحلوة ما شاء الله وإن شاء الله تتحقق كل التوقعات اللي راح أقول لكم من إياها سووا لي لايك إذا عجبكم الفيديو واشتركوا بالقناة إذا شنتوا ما مشتركين وتركوا لي آراءكم بخانة التعليقات وخلونا نبلش الفيديو بداية برج الدلو ممكن تكون تتعامل شنة تتعامل ويا شخص من برج العقرب برج العقرب هذا أشوف أنه هو من النوع اللي عنده نوع من العصبية الهجومية هذا الشخص ممكن يكون إجقدما تحاول تبني وياه أو مو شرط يعني برج العقرب يعني أي ساين ثاني عادي لأن الناس أكون تسأل بالأبراج يقول مو هذا البرج فالأبراج هي الفئة محددة من عدكم اللي يتعاملون ويا الشخص اللي برجي أقوله يعني بالذات القراءة ممكن تطبق عليهم أكثر من عدكم أنتو فأشوف أنه أنت مريت بصدمة عاطفية ممكن تكون حتى صدمة بصعيد العمل ممكن تكون انفصلت من عمل تركت عمل صار لك فترة أو طلعت من عمل بظلم أكو شخص خرب عليك بشغل أو حتى بعلاقة وأدى أنه هاي شغل أو العلاقة تنتهي وتنهد أشوف أنت طاقتك بالفترة الحالية عندك نوع من الغضب ممكن تكون تتمر بمشاكل مشاكل المادية مشاكل عائلية مشاكل على الصعيد العاطفي بالنسبة للناس اللي علاقتهم بعض منهم أشوف علاقة مهزوزة ببيناتكم فأشوف أنت عندك طاقة غضب كبير بالفترة الحالية طاقة التعصب وصاير عندك عناد عنيد جدا أنت بالفترة الحالية ممكن تكون تتعامل ويا شخص من برج الثور برج الثور اللي أنت تتعامل وياه هذا شخص ممكن يكون ما يتقبل النقاش لأنه بعد برج الثور هو ينطبق المثل به بالعناد فأشوف أنه أنت تتعامل ويا شخص عنيد جدا شخص ما يهتم المشاعرك شخص بالنسبة لك متعب شخص دائما منتحت شوية يخليك توصل إلى مرحلة الانفجار من كثر الضغط اللي يضغط عليك أشوف أكو شخص ضغط عليك بسابق كان هواية وهذا الشخص قلت لكم ممكن يكون برج الثور أو حتى برج الميزان فهذا الشخص تعبك هواية بحياتك ممكن تكون انفصلت عنه أو بالفترة الحالية أنت بحالة انفصل أكو قناع سقط من شخص موجود بحياتك وأنت بالفترة الحالية ممتعب من تصرفات هذا الشخص أو حتى من حقيقته ممكن يكون كان غاشة كبيت حلو منظر حلو يعني ظاهر حلو ولكن جوهره هو ما كان جوهر نظيف ما كان جوهر جميل يعني هو فقط مظهر خارجي فأنت اكتشفت على حقيقته من اكتشفت على حقيقته هذا الشي سبب لك صدمة شبيرة بحياتك وخلى أمورك كلها يعني تتبعتها من بعد حيرة انت تشنت بيها من بعد تردد كبير اتجاه قرارين أو حتى شخصين ممكن تكون عندك مشاكل عائلية قاعد تحاول تصلح بين شخصين أو حتى بينك وبين شخص فأشوف تشنت ما أخذ هدنة عندك وضع الهدنة ويا هذا الشخص ولكن من كثر ما ضغط عليك انت صار عندك نوع من الانفجار فانت انفجرت على هذا الشخص وصارت ببيناتكم كلام جارح تجريح بالكلام وأدى هذا الشي إلى مشكلة ببيناتكم سببت انه يصب بينكم زعل أو حتى فراقة وانفصال لبعض منتكم أشوفك انت يعني حاجي بصراحة من بعد فترة خذت سكوت وتهتم للمشاعر وانفجرت قلت لك عندك هنا طاقة البركان وانفجرت كانت عندك بركان من الغضب بداخلك وفجرت على هذا الشخص ووقفت العلاقة بي قطعتها صار عندك كلام مواجهة بصراحة بينك وبينه إذا كنت منتظر مواجهة من هذا الشخص اللي أنا قاعدة هتعرف المواجهة راح تكون موجودة خلال أسبوعين منها يعني من التاريخ ما أنت تشوف الفيديو أسبوعين أشوف المواجهة راح تكون بينك وبين هذا الشخص وراح يصير كلامه بصراحة وراح يعتذر منك هذا الشخص من بعد ما يعرف غلط هسا هاي الطاقة العامة قلت لكم ممكن تكون على صعيد العاطفي والأسري وممكن تكون على صعيد العمل لأنه أنت انفصلت من العمل بسبب العصبية الزايدة ممكن شخص بالعمل ضغط عليك كهواية وصارت مشكلة بينك وبينه وهذا الشي أدى لأنه أنت انفصلت من العمل وطلعت هذا كلها يعني خليه بالماضي خليناه يعني عجلة الحظ تلعت لك أول ورقة الشي اللي توج هاي السنة أنت عندك اللحظ كله وياك أي خطوة شي تريد تقدم عليها ابدأ بيها تشتغل عليها بهاي الفترة عندك وضوح عندك مخاوف كانت بسابق أشوف راح تتخلص من عدها الأوهام اللي كانت موجودة حتى الأمور اللي مضمومة عليك عندك وضوحها راح تينكشف لك هواية أمور هواية أسرار ممكن حتى هواية أقنعة سقطت الأقنعة خلاص أكو هواي ناصب حياتك شانا ولابسين أقنعة سقطت الأقنعة من عدهم ممكن يكونون من العائلة ممكن حتى يكون شريك عاطفي لبعض من عدكم عجلة تلحظ وياك وطبعا طلعت لك وياها الناينوف بنتك فأوضاعك المادية راح تتحسن تحسن كبير أنت نفسك راح تتفاجئ من عندك البعض منكم أشوف اللي عنده عمل ثابت أكو عمل ثاني تركيزك على العمل كبير جدا راح تشتغل بدال الشغلة شغلين وثلاثة حتى تحقق استقرار مادي وعندك هنانا ورقة الناينوف بنتكال والتينوف بنتكال فأنت عندك تقدم من التسعة للعشرة أمورك أشوفها بالعمل أمورك المادية أمورك حتى العاطفية العائلية كلها في استقرار تام على الوضع العام يعني الطاقة العامة أنت بلشت تعرفوا هواي ناس على حقيقتهم بلشت التعب اللي تعبته بالسابق المشاكل اللي كانت عندك كلها الأمور اللي كانت متعلقة طاقة الحط طلعت وياك الويلة فورتشن أمورك كلها راح تبلش تتغير تغييرات كلش سريعة راح تصير بحياتك وعلى الصعيد المادي بالأخص قاعد أشوف البعض من عندكم عنده نجاح على صعيد العملي أو حتى إذا كانت البعض الناس اللي عندهم دراسة أشوف أكو نجاح أكو انتصار أكو تقدم أكو شي بعملك أنت إذا كانت أنت داخل مجال عمل معين وقاعد تحاول تطور به راح يطور هذا العمل اللي أنت به وراح تنعرف وتنشهر به وأكو ناس هواية راح تفرح لك به عندك تقدم بالعمل أمورك المادية في تحسن ممتاز ممكن أول شهرين من السنة تكون الأمور يعني بها نوع من المعلقة ولكن بها تحسن يبدأ النصف الثاني من السنة توصل لمرحلة التين اوفينتكال يعني كل الأرباح اللي أنت منتظرها أو حتى ناتج العمل أو العمل اللي أنت ممكن تكون دخلت عمل جديد أرباحها كلها تبين أنت من نهاية السنة إن شاء الله راح تكون على الوضع المادي مستقر تماما ماديا وأمورك كلها تمام البعض حتى اللي عندك أسرة مثلا أمورك الأسرية استقرار مادي إلك والعائلتك قاعد أشوف كلش كبير من هنا نهاية السنة خاصة شهر العاشر شهر العاشر راح الأموال تبدأ الدرعيك من كل مكان البعض منكم ممكن يكون منتظر إذا كانت عندكم ورث أو حتى أموال منتظريها على الشخص صار لكم سنتين منتظرين أو حتى مشاكل تخص ورث أشوفوا لهذا المشاكل راح تنتهي إن شاء الله بهاي السنة وراح تاخذ حقك راح تاخذ ورثك أو حتى الأموال اللي تشنت مديونية مشخص أشوفها راح ترجع إلك هاي الأموال وراح تفرح بها أمورك المادية كل الزينة إن شاء الله تتحقق عليكم ماكو أحلى من هيك أوراق تطلع للأمور العملية والمادية عملك أشوفها في تقدم ولكن محتاج من عندك بعض الانضباط والتنظيم حاول تنظم أعمالك إذا قررت تشتغل شغلتين فحاول تنظم وقتك توازن بين أعمالك وما تقصر ولكن الحظ لا جانبك فلا تخاف ولا تقلق يعني فبرج الدلو كل التوفيق إلكم على الصعيد المادي إن شاء الله يا ربي الله يرزقكم من حيث تحتسبون ومن حيث لا تحتسبون على الصعيد الصحي أشوف عدكم شفاء موجود أموركم الصحية تمام ممكن تكونون شتوا قلقين اتجاه مشكلة صحية مش شخص من العائلة المتزوجين ممكن يكون الطفل عدكم بالعائلة مريض وشتوا شايدين هم أشوف هذا الطفل عنده طاقة شفاء وفرحة عائلية راح تكون موجودة بشفاء هذا الطفل المريض ما قاعد أشوف شي خصكم ممكن شي خص العائلة يكون وتبر أي شخص من العائلة موجود يعني عنده مشكلة صحية أو أزمة كان مار بيها أشوف عنده شفاء أكو فرحة عائلية أكو لما حلوة بعض النساء من برج الدلو اللي كان متأخر عليكم الحمل صار لفترة أو حتى عدكم مشاكل بالحمل ما قاعد يتم أشوف العفو الحمل موجود عدكم بهاي السنة إن شاء الله أكو عدكم طاقة حمل موجودة طاقة ولادة طفل جديدة ممكن تكون موجودة ممكن دانتي حامل وخايفة عندك مخاوف من الحمل فأشوف الولادة راح تسهل إلك وعندك فرحة بولادة طفل جديد راح يدخل للعائلة بالنسبة للأوضاع العائلية والأسرية لبعض منكم قلت لكم ممكن يكون صار زعل بينك وبين شخص من العائلة أو حتى شريك الزعل صار لفترة ممكن صار لثمانة شهر أو ثمان أسابيع أو حتى من شهر الثامن هذا الزعل موجود بينك وبيناءك وخلافات اضطرت لأنه أنت أما أنت انسحبت بزعل أو هو زعل وانسحب من عندك هذا شخص قاعد أشوف أنه الأمور ببناتكم راح تبلش شوية شوية تهدأ وذا تشنتم انتظرين عودة شخص غائب عليكم أو شخص مسافر فأشوف العودة راح تكون بشهر الثامن إن شاء الله راح يرجع هذا الشخص اللي مسافر أو حتى اللي يترككم ورحل يعني وصار بينكم وبينها زعل فأشوف ممكن تكون أكو بعض الخلافات العائلية تصير ولكن الأمور تعدوا بسرعة بسرعة ما يكون مشكلة كبيرة يعني أموركم العائلية نوعا ما راح تكون مستقرة ولكن لا تخلوا من بعض اختلافه بوجهات النظر والخلافات أحلامك وتطلعاتك يا برج الدل وهو أحلامك وتطلعاتك بين الأوراق اللي موجودة فأكيد يعني راح تكون لثري أوفف انتكال أنت بالفترة الحالية قاعد تدرس مشروع أو حتى قاعد تدرس شراكة معينة أو قاعد تحلم أنه تطور بشغلك تطور أوضاعك المادية تحسنها تدخل عمل جديد شراكة جديدة فأشوف أنه أحلامك وتطلعاتك العفو أنه أنت تجد بالعمل اللي أنت موجود به وتكبر وتحقق نجاح وراح تحققها إن شاء الله النجاح فأنت مركز على عملك بصورة كبيرة بهاي السنة أنت منطلق يعني أنت راح تتقدم بكل قوتك اتجاه هواية أمور كانت معلقة بالسابق كنت تتأجلها دائما من هاي السنة هي سنة الانطلاق إليك يعني أنت راح تبدأ من هاي السنة تنطلق وتجمع ثروة الحد السنين اللي جاية اللي راح توصل بها الورقة التهنف بنتك اللي هو الاكتفاء المادي ورقة الثروة ورقة الاستقرار المادي خلص بعد أنت أمنت مستقبلك أمنت مستقبل أطفالك ممكن حتى بيتك فهي سنة الانطلاقة إليك حاول أنه تستغل كل يوم من هاي السنة لأنه الحظ بجانبكم موجود فحاول تستغل هاي السنة بمشاريعك بمعاملاتك بعقودك بعض من عدكم طبعا يشوف إذا كنتم انتظرين شراء بيت فعيدكم هواية أوراق تنقل وهواية أوراق شراء بيت وأيضا هنا طلعت لكم فإذا كنتم ناوين تطلعون من العائلة تنتقلوني البيت وحدكم الانتقال موجود لأنه أساسا هي ورقة العائلة طلعت لي ورقة الانتقال فأكو انتقال ممكن لبعض منكم بسبب مشاكل عائلية وخلافات راح ينتقل إلى بيت جديد يطلع من بيتها وينتقل البيت جديد اللي صار لكم فترة تفكرون أو حتى صار لكم سنتيا تحاولون تجمعون مبلغ حتى تشترون بيت تشترون عقار فأشوف الشراء موجود إن شاء الله بهاي السنة خاصة شهر العاشر وأيضا ممكن تكون يعني الطاقة قبلها أشوف أكو شراء بيت لكم بهاي السنة إذا كنتم وانتو صار لكم فترة تجمعون إليه ممكن حتى يكون شراء سيارة أموركم المادية أشوفها تمام تمام كلها زيانة أموركم الصحية أموركم العائلية خليه ننتقل للوضع العاطفي البعض منكم ممكن تتعاملون مع شخص من برج هوائي أو شخص من برج ترابي شوية متباطئ بالحركة هذا الشخص أشوفه ما قاعد يتقدم بالعلاقة خاصة بالفترة الحالية قاعد أشوف هذا الشخص مركز على عماله مركز على الأموال ممكن يكون هاملكم بصورة كبيرة فممكن حتى هذا الشخص من يصير كلام بينكم وبينه أو من يصير عتاب يتهجم عليكم هذا الشخص بسرعة ويجرحكم بالكلام أشوف أعدكم حد الشخص ممكن يكون من برج هوائي أو من برج ترابي هذا الشخص قلت لكم عدة طاقة إهمال عالية تجاهكم أنتوا تعبانين من إهماله تعبتم من علاقتكم بيه وبالفترة الحالية قاعد أشوف البعض منكم أما هو خلى حدل هاي العلاقة ونهاها أو خلال أول أسبوع من السنة يعني أول أسبوع من هذا الشهر أو بعد أسبوع من الأسبوع راح تتخذ قرار أنه تقطع علاقتك بهذا الشخص اللي علاقتك بيه متزعزعة ما بيهثبات هذا الشخص يوم موجود بحياتك ويوم مختيفي يوم مهتمامي بك زايد يوم ما يهتم أصلاً وكل ما تحكوا إياه هو عذر أنه هو مجغول بالعمل 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 فأشوف أنه هذا الشخص أنت راح تخليه لحد وراح تقطع علاقتك بيه هاي لبعض الناس اللي علاقاتهم متزعزعة أنت راح تتخذ قرار وقرارك راح يتوج وقرار راح يكون صحيح راح تبدأ بداية جديدة وراح تقطع هذا الشخص تقطع علاقتك بيه من حياتك أو حتى التواصل ممكن لبعض منكم يكون سوى بلوك أو راح يسوى بلوك بفترة الجاية قراراتك طبعاً بمكانها لأنه طلعت لك ورقة الاسوفوند سيب بداية جديدة القرارات الصحيحة لانتصار حتى فأنت راح تخلي الكارمة تشتغل على هذا الشخص لأنه أساساً ورقة الكارمة موجودة وياك وهو راح يرجع بعضين يحاول أنه يصلح الأمور ولكن أشوفك أنت ما أخذ قرارك أنه تقطع علاقتك بيه نهائي بالنسبة لحبابي المرتبطين المرتبطين اللهم بلا حسد أشوف البعض منكم اللي مرتبطين خاصة صار لكم ثلاثة شهر تفكرونوا بموضوع زواج أو بترسيم العلاقة لبعض منكم قاعد يفكروا بترسيم علاقة ممكن صار لثلاثة شهر أكو ترسيم للعلاقة أكو علاقات حلوة متكافئة حتى بالنسبة للناس العزاب وهسا داخلين بعلاقة جديدة صار لها ثلاثة شهر أو شهرين أشوف العلاقة متكافئة الحب ببيناتكم متبادل العطاء بيها متبادل الثقة ببيناتكم موجودة هذا الشخص نيتا جادة عدكم زواجه وارتباط بهاي سنة يا برج الدلو المرتبطين أشوف أنه خاصة اللي صار لكم فترة طويلة والأمر تشان قاعد يتأجل بسبب أمور مادية فأشوف أموركم المادية في تحسن وأكو تكافؤ بينكم وبين هذا الشخص أكو عدكم احتفالات أكو مناسبات حلوة الناس اللي متزوجين أشوف بالبيت قلت لكم ممكن تكون عدكم فرحة بطفل جديد وولادة جديدة أتخذكم أو أتخذ شخص من العائلة المهمة أشوف أكو مناسبات حلوة أكو حفلات أكو شراء منزل لبعض الناس المزوجين أو حتى اللي يفكرون ينتقلون مشارط شراء منزل فأشوفوا الانتقال ببيناتكم موجود والانتقال رح يكونوا بصالحكم وأكثر استقرار لكم عدكم حفلات عدكم خطوبة أو ترسيم العلاقة خلال أول ثلاثة شهر من السنة إن شاء الله الأمور المرتبطين راح تكون كلش حلوة و الله يسعدكم إن شاء الله بعض ويتمملكم على خير بالنسبة للناس العزاب والمنفصلين أشوف أنه أكو شخص من الماضي راح يرجع يتواصل راح يحاول إنه يرجع مرة ثانية من بعد ما هذا الشخص غاب عنكم فترة وأنتوا شبهنا هين العلاقة بي أو حتى منفكر إنه برجعت أشوف هذا الشخص خاصة ذا كان من برج الميزان أو برج العقرب أيضاً هذا الشخص سبب لكم مجروح بالماضي وهسه قاعد يحاول يرجع يعتذر لكم من جديد أساساً عدكم طاقة اعتذار من شخص قلت لكم جرحكم سابقاً بالكلام صارت بينكم وبينه مواجهة وأيضاً طاقة هوائية فهذا الشخص أشوفه راح يرجع مرة ثانية وراح يحاول يعتذر من عدكم ويبدأوا ياكم بداية جديدة بالعلاقة طبعاً لبراج الهوائية ممكن يكون برج الدلو برج الجفزاء برج الميزان وأيضاً القراءة ممكن تكون عكسية ممكن أنت مجرحة أو ممكن هو اللي مجرحك بالكلام فاعدكم هنا نقتلكم أكبر جوع العزاب عدكم شخص من الماضي راح يرجع مرة ثانية ويحاول يبدأوا ياكم بداية جديدة ولكن أشوفه كنت لبعض من عدكم أنتو خلاص هاي العلاقة وقفتوها قطعتوها فاعدكم علاقة جديدة شخص جديد راح يدخل بحياتكم بالفترة الجاية راح يرجع لكم التوازن والتفاؤل لحياتكم للعلاقة خاصة موضوع العلاقات اللي أخذتوا فترة أنتو شنتوا كلش متعبين من عنده فبالفترة الحالية أشوف أنه الرجوع موجود وعدكم بدايات جديدة كلش حلوة على الصعيد العاطفي يعني بالنسبة لناس المنفصلين المطلقين وينتظرون رجوع ما أشوف لكم رجوع بهاي الفترة أمركم معلق والبعض من عدكم يعني الأمر خلاص من تهي فهاي ورقة أيضا لبعض الناس والأوراق اللي ظاهرها يمي ممكن تكون ورقة عمل ممكن تكونوا انفصلتوا بسبب عمل أو بسبب حسد وصار الانفصال ببيناتكم أو الطلاق الرجوع قاعد أشوفهم متأخر يعني هاي الفترة ماكوا رجوع الأمر ببيناتكم معلق فممكن هاي الطاقة تتوضح أكثر بالتوقعات الشهرية من نقراها والتوقعات الأسبوعية فتابعوا المطلقين راح أخلي دائما بكل قراءة لكم مكان بها أنزل لكم أوراق أشوف أوضاعكم لأنه الأمر هنا طالع يمي بالفترة الحالية معلق فأنت حاول تتخلى عن هذا الوضع تتخلى عن فكرة الرجوع بهاي الفترة وأترك الأمور هي أول وتالي بعدين راح تكون ابصال حق أكو تفاؤل وتوازن راح يرجع لحياتك إن شاء الله بالنسبة للمنفصلين والمطلقين توازن راح يرجع التفاؤل ويقولك هاي هم طاقة الصبر فأصبر واتفاء الخير إن شاء الله الأمور تتحسن لأنه المطلقين قاعد أشوفوا الرجوع معلق بهاي الفترة ممكن بطاقة الشغلية بطاقة تكون أوسع وتبين أكثر أو خلي شوي أوضح لكم عليه همين حتى لا تزالين مني هل يوجد رجوع المطلقين برج الجد والجدة للعفو؟ ممكن أن ترقاعد شوف رجوع بالنسبة للمطلقين أشوف أنه عندكم حنينة هواية للماضي أو حتى هذا الشخص ممكن يكون أكو حنين من عدكم أو من عنده لأن القراءة ممكن تكون عفسية ولكن أشوف أكو حنين بالماضي الطاقة المشتركة اللي بيناتكم طاقة الحنين ولكن أشوف أكو عدكم أطراف خارجية هواية متدخلة بهاي العلاقة وأكو شخص بالذات كبير بالسن شخص مسيطر ممكن يكون طاقة أب أو طاقة أم طاقة أخ كبير هذا الشخص أشوف عنده سلطة وهو اللي موقف العلاقة بالفترة الحالية أو عارض بينكم وبين الرجوع وهو اللي ممكن يكون سبب حتى إنها العلاقة اللي موجودة بيناتكم فأشوف أنه الرجوع صعب جدا إذا ما كان مستحيل للبعض من عندكم العلاقة منتهية وأيضا أكو طرف بيها أكو طرف هو اللي موقف العلاقة وقاطعها ممكن يكون أب ممكن يكون أم سواء كان يعني من طرفك أنت أو من طرف الشريك طاقة شخص كبير بالسن شخص متكبر شخص مسيطر متسلط هذا الشخص طاقة أب عنده موجودة هو اللي موقف العلاقة رغم أنه أكو حنين ببيناتكم البعض منكم حتى أكو أطفال ببيناتكم ممكن يكون عدكم طفلين فأكو حنين ولكن أكو شخص تخلى حاول هواية من بعد محاولات تظل هواية حاول يحاول أكو عمل كان موجود عليكم مدام طرعت هاي الورقة وهاي الورقة فأتأكد لي أنه أكو عمل بالنسبة للمطلقين ممكن يكون العمل هو السبب خراب البيت وطبعا العمل ممكن يكون مشروب أو مأكل نوعية العمل اللي عليكم السحر يعني لأنه هذا يطيني طاقة أكثر أنه هذا الشخص هو من العائلة ممكن يكون أب ممكن يكون أم وأكو عمل مشروب هذا العمل هو اللي تسبب بانفصالكم أو حتى تسبب بالمشاكل اللي موجودة ببيناتكم وانتهاء العلاقة ولكن لكم بدايات جديدة إن شاء الله وإن شاء الله طاقة تتغير بتلكم انتظروا الطاقة الشهرية تكون أوسع أكثر لأن هاي تشمل السنة كلها فممكن هاي التأخيرات اللي موجودة هسا والوضع يكون هسا مستحيل ولكن إذا تشافيتم من العمل اللي موجود عليكم أو حتى الشريك إذا تشافه من العمل اللي صاير عليه الرجوع ببيناتكم ممكن ممكن يعني يكون يعني موجود لأنه أشوف أكو حنين للماضي حنين الأيام الحلوة اللي كانت ببيناتكم البيت للاستقرار العائلي وأكو اعتذار أكو شخص لازم يعتذر من بينكم أنتو الأسمين فالمطلقين كل التوفيق لكم وبالفترة الحالية الرجوع ما موجود قلت لكم أكو شخص معارض هو اللي موقف الرجوع هو اللي رافض فكرة الرجوع تماما وعليكم البعض منكم الثاني ممكن يكون عليكم عمل العمل هذا ممكن يكون مشروب أو مأكول فحاولوا ترقون نفسكم أو تتأكدون من هذا الوضع لأنه هاي قراءة عامة فما راح تنطبق على الجميع 100% أكيد بالنسبة للتحديات اللي راح تواجهكم التحديات اللي راح تواجهك يا برج أدلوا أنه أنت تحافظ على نشاطك تحافظ على انطلاقتك تكون صاحب قرار صاحب عزيمة لا تحاول أنه تندفع زيادة رغم أنه أنت منطلق عنده شوفك هنا أنت منطلق وما شايف شي عندك خلاص أنت منطلق عندك سفار تنتقل من مكان للمكان أمورك المادية تحاول تحسن بها تشتغل بدل شغلة شغلتين وثلاثة حتى تجمع مال التحدي اللي قدامك أنه أنت تحافظ على أمورك المادية تحافظ على أموالك تحافظ على نشاطك اللي موجود هسه من بداية السنة أنت منطلق فالتحدي اللي قدامك أنه أنت تحافظ على النشاط اللي عندك الروح روح هسه اللي عندك روح المغامرة وروح العمل مثل ما نقول فلازم تحافظ عليها وتسيطر على أوضاعك لا تخلي أحد بهاي الفترة يحاول يفرض عليك أنه أنت مثلا تتراجع بخطوة لي تتخذها وأنت متأكد من عندها رغم هذا حاول لا تستعجل ولكن حافظ على نشاطك بالعمل لأنت جيتك بالعمل حاول تزيدها أكثر نقاط الضعف اللي عندك هو الكلام اللي رايح جاي أكو شخص راح يحاول بهاي الفترة بهاي الفترة بعفو سحقت أكو شخص راح يحاول بهاي الفترة أنه يحبطك يحبط معنوياتك ممكن يحبطك حتى على المستوى العملي ممكن شخص ينقلك كلام هذا الكلام غير صادق ممكن شخص يحاول يخرب بينك وبين أحد راح يكون نقطة ضعفك فإذانك لا تنطيها لأي أحد حاول أن شورك يكون من راسك مثل ما نقول يعني أنت اللي تفكر به أنت سوي اللي أنت المتأكد منه لتأخذ نصايح من أشخاص ممكن يكونون بعدهم ما عندهم نضج النضج الكافي أنه هم ينصحون النصايح أخذها من تأخذها أخذها من شخص أنت واثق أنه عنده تجارب بالحياة شخص متستشيره راح يفيدك لأنه قاعد أشوف أنه أكو كلام راح يكون رايح جاي إشاعات ممكن تكون عليك أنت أشوف أكو شخص راح ينقل كلام منك وينقل للناس غيرك وممكن أيضا أنه هذا الشخص يشتغل على تشويه سمعتك أو حتى إحباطك على المستوى العملي على المستوى العاطفي على مستوى حياتك بصورة عامة أكو شخص راح يراقبك ويظل دائما ينقل كلام عنك وممكن حتى يحتي كلامه بصالحك محلو فلا تخلي هذا الشي يكون نقطة ضعفك يخلي كل شخص عند حديه ومن تحتي أعرف المنتحتي وشورك خلي يكون من راسك مو من أحد ثاني نقاط القوة اللي عندك هي العزم اللي عندك قلت لك عندك قوات عزيمة يعني أنت بالفترة الحالية أنت منطلق ماكو أحد راح يليزمك فأشوف أنه نقاط القوة اللي عندك أنه أنت قوي أنت قادر على المواجهة أنت مريت بهواية ظروف أنت مبقى جرح ما مريت به مبقى مشكلة ما عديت منها مريت بهواية متاعبة بحياتك الحد ما وصلت مرحلة من بعد ما أنت حاربت وحاربت صرت قادر على تحمل المسؤولية قادر على اتخاذ القرارات قادر على التمسك بالرأي التمسك بحتى الشي اللي أنت تريد تتمسك به أنت قادر عليه أنت قوي فنقاط القوة اللي عندك أنه أنت مريت بتجارب هواية ممكن تكون علاقاتك متوسعة أو حتى يعني عندك تواصل هواية تتعرف على ناس جديدة دائما تحب أنه شخص ينصحك تحب تتعلم أشياء جديدة فهي راح تكون نقطة القوة اللي عندك أنه أنت راح تتواصل ويا أشخاص راح يتبوك المجال